اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والمنخفضات لارتفاع خلال الساعة القادمة اي خلال ساعة مساء يوم الأحد وليل الأحد على اثنين تتراجع أو تختفي هذه الغيوم ليسوا التأصافي بشكل عام ترتفع نسب الرطوبة ويتشكل الضباب في بعض المناطق لكن اعتبارا من يوم غد الاثنين تهب على مملكة رياح غربية رطبة وباردة نوعا ما تعمل على تجدد فرص وطول زخار الأمطار سنستعرض هذه التفاصيل في هذه النشرة لكن لا بأس أن نستعرض أولا المحاور وهي عودة فرص الأمطار خلال هذا الأسبوع في أكثر من مناسبة بفعل تأثير المملكة بكتلة هوائية باردة وانخفاض درجة الحرارة على إثر هذه الكتلة الهوائية الباردة نتحدث الآن عن فرص وطول زخار الأمطار تبارا من يوم الثنين وحتى يوم الثلاثة يوم الثنين تبدأ المملكة تتعرض لهبوب رياح غربية رطبة تعمل على تجدد فرص وطول زخار الأمطار خاصة في المنطقة الشمالية سرعان ما تتراجع فرص وطول زخار الأمطار خلال مساء يوم الثنين وليل الثنين على الثلاثة حيث تبتعد هذه الغيوم الماطرة شمالا باتجاه الأراضي اللبنانية والسورية وشمال فلسطين يوم الثلاثة أيضا تكون الفرصة غير مهيئة أو الفرصة ضعيفة لوطول زخار الأمطار باستثناء أقصى شمال المملكة خلال ساعات ما بعد الظاهرة لكن اعتبار من يوم الأربعاء تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة ورطبة من شرق البحر الأمطار تتحسن فرص وطول زخار الأمطار تتكاثر الغيوم الماطرة فوق مياه البحر الأمطار وتندفع شرقا باتجاه منطقة بلاد الشام والمملكة خلال يوم الأربعاء تستمر فرص وطول زخار الأمطار خلال ليل الأربعاء الخميس وخلال نهار يوم الخميس بالتزامن مع انخفاض واضح وملحوظ على درجة الحرارة تفاصيل درجات الحرارة متوقعة من يوم الأثنين وحتى يوم الأربعاء يوم الأثنين تنخفص قليلا درجات الحرارة مقارنة بنهار اليوم تكون حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام لكن يوم الأربعاء تقترب من المملكة كتلة هوائية باردة قادمة من شرق القارة الأوروبية عبر البحلة من توسط هذه الكتلة الهوائية الباردة تندفع شرقا باتجاه منطقة بلاد الشام خلال يوم الأربعاء تمل هذه الكتلة الهوائية الباردة على انخفاض ملموس على درجات الحرارة وبالتالي يتغير الطقس اعتبارا من يوم الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع يصبح الطقس أكثر برودة مائل ليكون شتو أكثر وأيضا تتحسن فرص طول زخار الأمطار في عموم المناطق نعود الآن للعاصمة عامة والتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث يسود طقس رطب ضباب خفيف متوقع 6 درجات مئوية الملموسة 4 درجات مئوية فقط الرطوبة مرتفعة والرياح شمالية غربية خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عامة توقعات الجوية الثالث أيام القادمة يوم الأثنين دقس غام جزء 13 درجة مئوية أما الصغرى 6 درجات مئوية مع فرصة للتشكل الضباب الخفيف يوم الثلاثة تبقى الأجواء باردة 14 إلى 6 درجات مئوية يوم الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بكتلة حوائية باردة وتعطو الزخات من الأمطار 12 درجة مئوية كحرار العلماء أما الصغرى 4 درجات مئوية فقط إلى هنا تنتين شرنا للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر